حث عدد من الأطباء في صفوف الأمامية على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا للمساهمة في الوقاية منه وتخفيف شدة الأعراض خاصة كبار السن والمرضعات وذو الأمراض المزمنة والمصابون بالسمنة عملية التحسين للمجتمع وتحقيق الأمان الصحي هدف سعت له مملكة البحرين لأن المناعة المجتمعية المكتسبة تسهم في تغليل نسب انتقال العدوى وبالتالي القضاء على الفيروس وفي هذا الصدد يؤكد طباء في الصفوف الأمامية على ضرورة التسجيل لأخذ اللقاح وبخاصة من الفئات الأكثر عرضة كما حثوا كبار السن والمرضعات وذو الأمراض المزمنة والمصاب بالسمنة على أخذ اللقاح يأتي هذا فيما يستمر إقبال المواطنين والمقيمين على الحملة الوطنية للتطعيم بعد التأكدات الصادرة من الكوادر الصحية الوطنية التي شددت على أن المرحلة الحالية تتطلب تعاونا مجتمعيا بشكل أكبر اللقاحات الموجودة هي عبارة عن مواد تقتال الجسامي دي شكل مناعة طبيعية ضد الفيروس لما أنها آمنة ننصح جميع كبار السن الناس الذين يعانون من أمراض مزمنة السمنة كذلك المرفعات والحوامل بأخذ هذه التطعيم بأقرب فرصة للمراكز المتابعة لهم والتطعيم هو السبيل لحماية المجتمع فمن أجل البحرين ومن أجل صحة وسلامة المجتمع ننصح الجميع بأخذ لقاح الكوفيد-19 هذا وأكد الأطباء على أن الوعي المجتمعي على تلقي اللقاح يسهم في الوقاية من الإصابة بالفيروس وتخفيف شدة الأعراض المصاحبة له مقارنة بغير المتطاعمين مما يبطئ انتشار الفيروس دعوتي إلى جميع البحرينيين والمقيمين لأخذ اللقاح حماية للشخص نفسه وللآخرين من فيروس كورونا وبالأخص ذوي الأمراض المزمنة كالضغط والسكري والكوليسترول والحساسية الصدرية الربو والحوامل والمرضعات وكبار السن خاصة مع الأخذ بالاحترازات والالتزام بمسؤولية بعد أخذ التطعيم هدفنا الأكبر من التطعيم هو توفير الحماية لجميع فئات المجتمع بفعالية أكبر ومأمونية تكثيف للحملة الوطنية للتطعيم خلال شهر مارس الجاري مع وصول جرعات التطعيم من الشركات المصنعة وإقبال لافت ومسؤول من المواطنين والمقيمين ليكون المجتمع متكاتفا يدا بيد مع الكوادر الوطنية في مواجهة الجائحة فيما يستمر التعويل على مواصلة الالتزام المجتمعي بالإجراءات الاحترازية تعزيزا للجهود الوطنية في التصدي لجائحة كورونا طلعنا في مركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر